السلام عليكم. احنا قلنا في الفيديو اللي فاتح عايزين نعمل باي ديفولت ان انا لما اضيف ايتم في ال ايتم يبقى لازم يكون باي ديفولت تشكت ان هو دايتم. علشان يسهل عليا في ال ايوزر ان انا ادخل ايتم بتاعتي في الخانة دا اه اللي هي للموضوع دوت بسهولة. فانتني اعملها ازاي? لو اخطب لكم في الكونتاكست تاني بيقول لك يعني هنا هو بيدي قيمة لديفولت فاليو هنا. طبعا احنا ممكن نعمل نفس الشيء برضو نقرر نفس الفكرة ونعمل هنا كاما ونكتب هنا ايه? هقول له زي نفس نفس السينتكس بالزبط هقول له ايه? بس المرضي بها هقول له ان انا نعايز دايت ايتم ديت. هقول له ديفولت ديفولت اندرسكور اه دايت ايتمز او دايت ايتم بعد كده اطلع بره نقطتين واكتب واعمل ايه? تنفو بعض وخليها ايه? خليها تمام? بالزبط كده. الكلمة دي معناها ان الدايت ايتمز في الاكشن داوت بي دفولت لازم هتكون تمام? تعال كده نعمل تست الموضوع داوت هنوقف السيرفر. ستوب السيرفر. واكتب نعمل له كنترول اس ونعمل ران مرة تانية. تأكد ان ديفيش اي ايرر بيت هطلع لنا في السيستم. او نطلع بره هنا ونعمل ايه? ابدات. ونشوف ال ايه? النتيجة ايه? واضح ان ديفيش اي اي ايرر الحمد لله. بنجي نرجع هنا نبص. وندوس هنا كده بضايت ايتمز مرة تانية. هوا نعمل كنترول اف خمسة. علشان نتأكد ان احنا عملي نرفرش للكاش. ونعمل كرييت ايتم. بصوا با ديفولت اصلا هو حطي لي صح على ايتمز. يبقى كده انا قدرت ان انا احدد ان المينو ديت ما بتجيبش غير ايتمز. ولو ضفت في المينو ديت ايتم يبقى ايتم ده لازم هيكون ايتمز باردو. وده مهم جدا في في عملية الفهراسة للمندكات بتاعتك او لاي شيء حتى على السيستم. يعني انت نفس الفكرة دية يعني على اي حاجة في السيستم. ممكن ما تكونش بتدخل اه اه في البرودكت تيمبلت انت ممكن تكون بتدخل اه مسلا في اه في السيلز او بتدخل اه بتدخل مسلا في مكان في مكان ما او حاجة في الاتش ار مسلا ان كنت هتعمل خانة هنا للموظفين اللي مرتبهم فوق الميت الف جنيه ومخانة للموظفين اللي مرتبهم اقال من تلات الف جنيه وده لي شريحة وده لي شريحة وده لي سيستم وده لي سيستم وده لي فورم وده لي فورم. انت ممكن تعمل كل ده. وتبسطوا على السيستم. يعني ده بيفتح لك مجال كبير انك انت يعني كتير جدا ممكن تتخيلها. شكرا والسلام عليكم.